مشاهدين المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أعلن النتائج الرئيسة لاستطلاع الرأي العام العربي والفلسطيني بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة والتي دخلت شهرها الرابع استادف الاستطلاع عينة قوامها ثمانية آلاف شخص في ستة عشر مجتمعا عربيا الاستطلاع أظهر أن سبعة وتسعين في المئة من المستطلعين عبروا عن شعورهم بضغط نفسي بدرجات متفاوتة نتيجة الحرب منهم أربعة وثمانون في المئة قالوا أنهم يشعرون بضغط نفسي كبير أفاد نحو ثمانين في المئة من المستطلعين أنهم يداومون على متابعة أخبار الحرب مقابل سبعة في المئة قالوا أنهم لا يتابعونها وقد توزعت مصادر المتابع على قنوات التلفزيون بنسبة أربعة وخمسين في المئة وشبكة الإنترنت بواقع ثلاثة وأربعين في المئة أبرزت نتائج استطلاع المركز العربي للإبحاث أن الرأي العام العربي غير مقتنع بأن العملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر كانت تحقيقا لأجندة خارجية إذ رأى خمسة وثلاثون في المئة من المستطلعين أن السبب الأهم للعملية هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بينما عزها أربعة وعشرون في المئة إلى الدفاع عن المسجد الأقصى ضد استهدافه ورأى ثمانية في المئة أنها نتيجة لاستمرار حصار قطاع غزة وبشأن النقاش في مشروعية عملية حماس توافق سبعة وستون في المئة من الرأي العام العربي على أن العملية هي مقاومة مشروعة في حين عدها تسعة عشر في المئة عملية مقاومة مشروعة ولكن شبتها بعض الأخطاء بينما عدها خمسة في المئة عملية غير مشروعة أظهر الاستطلاع أيضا أنه ثمت إجماعا عربيا على التضامن مع الشعب الفلسطيني بواقع 92% من المستطلعين بينما قال واحد في المئة فقط إنهم غير متضامنين ووفق هذا الاستطلاع فإن نحو ثلثي الرأي العام العربي يشير إلى أن حماس تختلف كليا عن تنظيم الدولة بينما قال ثلاثة في المئة فقط إنها لا تختلف عنه في حين توفق نحو 77% من الرأي العام العربي على أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما الأكثر تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها